كان بيعمل الضغط متقدم وكان بيعمل الرقابة أو الضغط فص الملعب بشكل قوي جدا جدا وفي نفس الوقت كان بيعمل الرقابة بالسرد باكين والباكين بالضغطيات العكسية كان مميز جدا يعني يمكن واحدا من ضمن الحاجات في المباراة اللي فاتت الحقيقة برضو نفس الحكاية نفس الخطأ الحقيقة ياسل إبراهيم برضا الكرة بتتليع بالكروس والهو بيبعد عن الراجل تلات ياردار الراجل اللمس الكرة بدماغه ويمكن جات في إيد الشناوي الكرة دي تقررت كتير جدا فده من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعالجها وبالذات في المباراة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله أو في كاس عالم الأندية برضو غياب محمد هاني وغياب علي معلول من بداية الموسم مع شكل خط الدفاع بالتغييرات اللي تمت بخروج عبد المنعم تقدر تقول يعني الراجل لسه في بداية الموسم بالتغييرات دي لسه بيحاول يسبت بس شكل خط الدفاع فممكن تلاقي الدفوهات دي في بعض المباراة لكن المهم أنك تقدر تحلها أو تشوف مشاكلها قبل المنشط اللي جاي هي طبعا يمكن أنا بس هبدأ معك برضا في علاج دي لأنه هو يمكن أخذ فترة الاعداد عامل اسبوعين بس وهو اشتاك من دي كمان ما كانش فيه وقت آه ما كانش فيه وقت فبالتالي دي مش نفس الفرمة البدنية اللي كان عليها في الموسم اللي فات اللي كان بصراحة بيعمل تفوق على أي تيم بيلعبه إذا كان في الدولة المحلة أو إذا كان في أفريقيا الكلام اللي انت بتقوله محمد طبعا صح بنسبة 100% محمد هاني وعلي معلول يعني الاتنين طبعا كانوا أثبت وجودهم خلاص وثبتوا وجودهم علي معلول أنا بيعتبره من أفضل البكات الشمالي اللي جون في تاريخ الكرة المصرية لأن علي معلول يمكن ناس بتحاول تكرنه بعطية لا يعني يحيى عطيت الله لا يعني مفيهاش مقارنة خالص علي معلول ده حاجة حاجة مميزة جدا جدا لأن علي معلول كان بيعمل لك كل حاجة أصلا عن ظلم يحيى لو قارننا واحد لسه جاي بقاله شهرين بزرح واحد بقاله 8 سنين آه ليه تاريخ طويل يعني حتى بعيد عن السنين يعني بعيد عن السنين لا المقارنة صعبة جدا جدا علي معلول كان بيعمل لك الجماعية في الجنب الشمال كان بيعمل لك البيانيات كان بيعمل لك الكروسات الكتير جدا هو أساسا لما كان بيخش جوه كان بيجيب جوال لا فرق إجامد جدا طبعا هاني كان جي في الفترة الأخيرة وخلاص ثبت نفسه وثبت مستوية كمان يعني هاني كان بادئ مثلا فترة كده ما كانش متزبط بشكل كبير لا الفترة الأخيرة الحقيقة لا هاني بقى مثبت نفسه في مركز الباك اليمين ومن ناحيتين الحقيقة النواحة الهجومية والنواحة الدفاعية هاني كان عمل تميز فيها الحقيقة شكرا